حتى وقت قريب كانت هذه القرية واحدة من أكبر التجمعات في محافظة أبيان القول كبرى قرى منطغة يرامس ومركزها وواحدة من أهم المناطق التاريخية في المحافظة كانت مشهورة هذه المنطقة بسلاها بغناها برقصها بثقابتها بدون الناس ينزحون تيقل إيش؟ لأنه ما فيش بسطاعيش من نسؤالهم الكوارث الطبيعية الناتجة عن فضانات القارفة التي شهدتها المنطقة وتسببت في قرف العديد من الأراضي الزراعية تسببت أيضا في هجرة الأهالي إلى المدن الحضرية تاركين وراءهم إرثا تاريخيا يتمثل في هذه الحصون القديمة الموجودة في كل قرى المنطقة من الأزمات التي وجهت هذه المنطقة الكوارث الطبيعية في عام 1981 أتى سيل كبير جدا قضى على كل الأراضي الزراعية أبناء هذه المنطقة التي ربما تكون الوحيدة من بين المناطق الريفية في المحافظة ما زال أبناؤها يستخدمون الحميرة في قلب المياه من الآبار نتيقة لغياب المشاريع الخدمية أو تعثرها في أغلب الأحيان نحن لازم نستخدم الطريقة القديمة بإيصال الماء عبر الدلي بالهلاب من البير والتنقل عبر الحمير ونطالب القهات المعنية بالنظر إلى منطقة رامس وحل مشكلة المياه الأمر المثير للدهشة وجود هذه المباني الخدمية مع عدم توفر الخدمات ولا ينقصها سوى الكادر التخصصي الذي عجزت السلطة المحلية في توفيره لطفي إبراهيم قناة بلغيس أبيان